وفي الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إذن هذا حديث مشهور يحفظه صغار المسلمين فضلا عن كبارهم هذه أركان الإسلام الخمس شهادتين الصلاة الصيام الزكاة الحج لكن نقول صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لكنه جاء بعد الصلاة بعد الصلاة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فالصوم متأخر عن الصلاة لماذا أقول الصوم في الترتيب متأخر عن الصلاة لأن كثير من المسلمين والمسلمات للأسف يحرصون على صيام رمضان حرصا شديدا هم مشكرون على هذا لكن المشكلة في إهمالهم الصلاة في إهمالهم الصلاة يعني ما بيصلوش ويمكن كمان في رمضان حتى ما بيصلوش ولمشكلة خطيرة جدا يعني أيها المسلمة أيها المسلم لماذا تصوم رمضان الجواب فريض من فراغ الله روكن أركان إسلام طب لماذا لا تصلي ما هي الصلاة أهم الصلاة روكن أيضا أركان إسلام وهو الركن الأول بعد الشهرتين فكيف تترك الأساس وتتعلق بما بعد الأصل الصلاة العلماء لم يختلفوا في من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير عذر هل يكفر أم لا لم يختلفوا اتفقوا على نور تكب كبير من كبير من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا